شادا يفهم لا غاديو كجيم شادا يفهم من أخلاق الفنية أو الموضوعية أو منعرف شنوة وشنوة نسميها وإنما هذا الشيء اللي يقولينا نسمعوه مؤخراً وليلي نقولينا نشوفوه يعني انتهد الفيسبوك هذا اللي وليه خرجوه منعرف شنوة ويسمعوه أشياء وأشياء وأشياء الصوت وصورة يعني نقولينا نشوفوه طبعاً طبعاً مسيئة وسيلة وسيلة لجمهور كي يكون قريب أو الفنانت يكون قريب يقربوا المسافات بشكل يعني كي بقلتي ولينا كان شوفوا بأنه السب والقدف فيما بين الفنانين فيما بينهم يريد تكون منافسة ولكن المنافسة تكون فنية تكون شريفة وإحنا نفتقد بأنه يكون منافسي لنا أنا شخصيا يعني ما كراتش يكونوا منافسين واحد جو جو ثلاثة وربعة وخمسة لأنه في ذاك المنافسة يعني كان زيدوا وإحنا عاو تاني كان تشعنوا كونيك هناك سكه اليوم عبدالعلي غاوي عبدالعلي غاوي مكينش منافسة آخر عبدالعلي غاوي أنا عندي فني عندي شكلي أحترمه وأحترمي ما يمكن لش أن نقول بأنه أنا كان نواجه فلان أو فلان يريد يريد تكون لك المنافسة يريد لو لك في الجيل ديالك ours الكبر في الجيل ديالك عبدالعلي غاوي ما عندناش هذا mugناش هدل مع الناش لا 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 معناش ما العظمو يعني كين كين حب كين تأخي فيما بيننا الجيل اللي هضرت عليه لأنه معروف أنا يعني جيت بين 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 جيلين أو بين ثلاثة دي الأجيال يعني جيل الرواد اللي حلينا علينا عينيه ومبعد جاء من بعد منه جيل ما بعد الرواد أنا جيت ما بعد الرواد يعني الحمدولله مكانش gemaakt هذا كان كين داباء كيف كين داباء شنو اللي هيه يا شي ل Rosen الحد المشاكير معدله هاد الدال wag هاد ديال دوباء هاد الدولum هيا لي خلقين هاد شي لا ربما هدي ذا خلا في اللعبة ملعة ديالهم لأنه بش يديروا للوز بش يديرو من عارف شنو. شنو خلقين ليدين ديال دا اوباء لغيت خلقين الا عادي الأشياء يعني من حصن حضي أنا مكاندخل شاي بزا في اللء باش نشوف ذاك العالم الفريد ديالهم كتجمع نعم يانا ما كان عمامش لا أنا ما كان عمامش يا أختي انتي الوحي تخصي يكون معك حريص وحريص وحريص لا لا بالعكسة بالعكسة أنا ما كان عمامش أنا ما كان عمام نقول بعض 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 الفنانين الشباب لأنه غير على سبيل المثال أو على سبيل سبيل الدحك يعني وليه كان شوفوا اشياء را 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 الحمق يعني يعني هوا من عارفين في طالع الاصطح ديالو تيقول كده براني في باريز راني في واشنطن راني في كادا تلقاه را في مرطيب تكتبوا في اللوكاليزاسون ديالهم هادو شكون انا بغيت نعرف عباس وحمان والجلالي وقدور لا لا ده على سبيل بس شكول فناني يوما اللي انت عبدالعلي الغاوي تبارك الله عندك خبرة مرجع في الأغنية اليوم من الفناني الكبار الساحة الغنائية شكول لي كيتباليك اسم واحد كيباليك بأنها دكي في اختياراته الموسيقية موفق في اختياراته الموسيقية وناجح في مسيرته الغنائية هما كانين بزاف يعني لأنه كلهم صحابي كلهم أصدقائي كلهم تنحبون وتيحبوني وكانت تبادلوا نفس الشعور فما يمكنش نقول ولكن مفروض علي نقول واحد الاسم اللي كانت شكروه اللي كانت طلب له الفارج القريب ان شاء الله اللي هو سعد المجرد الابن دينا والفنان دينا المغربي اللي كان دعوله كله كان دعوله كله يعني باش الفارج يكون في القريب 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 العاجل سوق القغنية المغربية بشكل جيد في المغرب وخارج المغرب بهذا الفنان اللي إعطاء اعتبار للفن المغربي نقدر نقولك بأنه كنا نتقاضى يعني بعض الصريفات يعني لما كان ديره صهرت على برة فلما جاء سعد المجرد وهذا هذي شاهدة كنقولها وأنا لا أبالي يعني ولكي تعطالوا الاعتبار يعني ذاك الكاشي ديانا ولكي تضرب فوسانك بفضل سعد المجرد بفضل سعد المجرد لأنه وصل أغنية المغربية بالطريقات الصح هذا يا ربي يرجع سعد المحبين والفنجل وكينين شبابين يعني اللي كيلحقوه اللي كيلحقوه أقول يلحقوه ما كينفسوش كينين أسماء ولكن أنا أعطني الأسماء بش نقدر أنا ويكونش يفضلين ديغبيو وخشش لي عندك كينة شهرة زاد لا أنا بعيدة علي بالعكس أنا فش كينجح سعد فش كينجحوا فنانين مغربة ممكن أن شيء إلا يفرحنا لو الله العظيم عندنا أسوات الحمد لله يعني كنفتخروا بياو كتفتخر بيا الساحة الفنية وكينين أسوات اللي خصوم يعودوا النظر بكم صراحة